طلبة وطالبات الصف الثالث الابتدائي اهلا بكم النهاردة يا حبيبي عندنا طريقة عمل المشروع المشروع النهاردة بتاعنا ده سهل جدا يا ولاد وبسيط جدا ما فيوش اي حاجة انا اول حاجة بعملها بنزل القالب بتاع المشروع اللي انا هتكلم فيه من ايه من اللينكات الموجودة على جوجل موجودة على صفحة الوزارة ما فيوش ايه مشكلة تمام انا بعد كده هبتدي القالب بتاعي ده هبتدي اكتب عليه طيب يا ميز دلوقتي أنا مبعرفش أكتب على الموبايل والكتابة بتبع على الموبايل فعلا رخمة شوية في الأول اللي مش متعود عليها طيب أنا ممكن أعمل إيه؟ أنا ممكن أنقل القلب بتاع البحث ده بتاع البحث ده وأحطه على اللابتوب اللي عندي أو على الكمبيوتر وأبتدي أكتب عليه تمام أنا هدخل وهكتب في البحث أول حاجة أنا عندي لازم أعرف إن البحث اللي أنا مديه للوزارة البحث ده عليه شوية معيير وحاجات لازم اعمل حسابي عليها طيب اول حاجة هو محدد لي عدد الكلمات بتاعتي انا مكتبش ازيد او اقل من الكلمات دي طيب هخش على لما جا بوستك دوغوة عندي البحث بتاعي من فوق مكتوب العنوان بتاع البحث انا عندي هتكلم في المشروع ده عن الماء طيب هحط اي عنوان انا عندي هنا حطيت عنوان الماء شريان الحياة تمام انا ممكن هحط نقطة ماء تساوي حياة ممكن هحط المياه والطبيعة ممكن هحط اي عنوان انا عندي عنوان كتير جدا ممكن احطها في ايه في الموضوع رأس الموضوع بتاعي تمام اجي على الرقم التعريفي ده الرقم التعريفي هو الرقم الكود بتاعي انا بحط الكود بتاعي بس ومش بحط اي اكواد ايه تانية طيب انا هاجي ادخل على المقدمة المقدمة بتبقى محددة من 20 ل 25 كلمة طيب يعني يميس لا ازود ولا انا بمشي في النطاق ده من 20 ل 25 طيب تاني حاجة عندي لما اجي اكتب هخش على عناصر الموضوع لازم ابقى عارفة ان انا قبل ما ابتدي اكتب الموضوع بتاعي انا محددة العناصر اللي هتكلم فيها تمام العناصر بتاعتي دي زي موضوع التعبير بالضبط يا ولاد اما اجي اكتب موضوع تعبير انا بكتب العناصر عشان كل عنصر همسكه واقعد اتكلم عليه وهكتب فيه كلمات كتير على قد هي الحصيلة اللغوية على قد الكلمات اللي في دماغي تمام عندي عناصر الموضوع بتتكون من 200 ل 250 كلمة يا يا ميزة كتير قوي لا يا حبيبي هو مش كتير انت بتكتب بتكتب العناصر وبتلاقي نفسك بتعود ايه تفكر كده وما برضو بتسعبنا بتفكر ونكتب في المواضيع دي فهتلاقي نفسك كل عنصر بيدي معاك شوية كلمات كتير طيب تمام انا بعد ما خلصت وكتبت وكتبت العناصر وبتكلمت عنها تمام هبتدي احط في الاخر نصيحة مثلا عشان الموضوع اللي انا تكلمت عليه طيب انا عندي هنا تكلمت عن الماء وقلت اهمية الماء للكائنات الحية لازم استشهد في الموضوع بتاعي بنص قرآني حديث لو عندي معلومات شوية ممكن اكتب بتشير لو حاجة بتدل على الموضوع ده هتساعدني جدا ولازم لازم يا ولاد منساش اهم حاجة علامات الترقيم علامات الترقيم دي مهمة جدا بتساعدني ان انا الكتابة بتبقى منصقة بتدل على ان الانسان اللي بيكتب ده بيبقى فاهم وعارف هو بيكتب ازاي ومش حد ايه مساعده طيب انا عندي علامات الترقيم احنا خدنا عندي الفصلة انا عندي الفصلة دي بحطها بين جملتين يعني طول ما انا بتكلم عندي جملة طويلة وجملة طويلة لازم احط في النص فصلة تمام طيب طيب وعندي النقطة النقطة دي بحطها في نهاية الجملة يعني ما خلصت كلام خالص سطر او سطرين وحط في الاخر نقطة طيب وعندي النقطتين النقطتين دول بحطهم بعد القول وبعد الاسم يعني انا عندي هنا في الموضوع بتاعي قال الله سبحانه وتعالى واجعلني من الماء كل شيء حي او انا عندي اية كرآنية بحطها بين علامات اسمها علامات التنصيص دولكو سن صغيرين جدا بيتحط فيهم ايه الاية او الحديث اللي انا بتكلم فيهم طيب وعندي علامات الاستفهيم لو انا حط سؤال في الموضوع بتاعي بحط علامة الاستفهيم طيب لو انا عندي مثلا جملة تعجب بحط في اخر جملة تعجب بحط علامة تعجب تمام كده يا ولاد يبقى انا يميسا ماجي اكتب وزبط الكلمات بتاعتي هخلي بالي من علامات الترقيم كلها كويس جدا تمام انا خلصت دلوقتي عناصر الموضوع واتكلمت عنها حطيت صورة او حطيت صورتين السورتين دول لهم علاقة بالموضوع لو عن المية بحط صور مية كده زي ما موجود قدامنا طيب لو عن السياحة بحط صور سياح اي حاجة بحطها بيبقى ليها علاقة بالموضوع تمام انا عندي بقى في الاخر خالص ان انا هتكلم عن الجملة دي هتكلم عن الجملة دي اللي هو عايزك تعملها في لافتة اللافتة هكتبها جملة بالعربي وهعمل الترجمة بتاعتها بالانجليزي تمام ومحد برضو عشان انا لسا صغير ماما هتساعدني او بابا وبعد كده هنخش عن مسألة الرياضيات في الاخر هكتب اي مسألة الرياضيات ليها علاقة بالموضوع تمام وفي الاخر هحط النتيجة اللي استنتجتها من الموضوع اللي انا كتبته ده وفي الغالب هي بتبقى جملة طويلة جملة طويلة بس واخر حاجة عندي ياولاد بحط المصادر اللي انا اتعرضت لها في الموضوع بتاعي انا اتعرضت هنا بانك المعرفة المصري واخدت معلوماتي من كتاب المدرسة واخدت معلوماتي من المكتبة الرقمية وانا بكده هكون استنتجت الموضوع بتاعي وكتبته بكل سهولة جدا وربنا ان شاء الله يوفقكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته